فيروس كورونا على مستوى العالم ليس فقط هنا بفلسطين فبالتالي زادت مخاوف الأهل من أنه هاي المرحلة ما يأخذها الطفل كاملة بتالي تأثر على تأسيسه في المواد الأساسية بالذات وما يترتب عليه تأخر في الصفوف الأخرى نعم كان هناك منشدات من الأهالي كمان وهاشتاك أنكذوا مستقبل طلاب صف الأول هنحكي أكثر عن جهود التروية التعليم وأيضا نتحدث عن دور الأهل في متابعة الأطفال في المرحلة التأسيسية نرحب ضيفتنا فيها بستو ديركتور سهر قاسب مدير عام مديرية التربة التعليم في برزات سهر صباحك سهر صباحك صباحي للمشاهدين جميعا أهلا وسهلا فيك يعني العنوان الصفوف الأكتدائية فاقد تعليمي في المرحلة التأسيسية حابين نوضح من الناحية الأكاديمية مقصودة بكلمة فاقد تعليمي وليش مخاوفنا كمان على هالمرحلة بالذات يعني بداية صباح الخير للجميع أنا قبل ما أتحدث عن الفاقد التعليمي بحب أطمن الأهل وأولياء الأمور وطبعا جميع دول علاقة إن شاء الله هذا الفاقد رايحين يتغلب عليه بجهود الجميع ندرك تماما أن هناك مشكلة وهناك جائحة لكن بإذن الله أنه سيتم التغلب طبعا خاصة في هذه الصفوف اللي هي فعلا كما تحدثنا مهمة جدا وهي مرحلة بناء فكل عام وأسرتنا التربوية وجميع طلبتنا معلمينا مديرين مدارس جميع الكادر التربوي بألف خير مع بداية العام الدراسي الذي نتمنى أن يكون عاما طيبا على الجميع حقيقة الفاقد التعليمي إذا بدأتحدث عنه ما بدأتحدث عن فاقد بقدر ما هو فجوة فجوة ما بين مجموعة من الأمور أولها لدينا الرزم التعليمية كما تعلمون يعني الرزم التعليمية هي رزم مكثفة تم التركيز فيها على المهارات الأساسية وبالتالي هذه الفجوة أو هذا الفراغ اللي صار والذي يجب أن المعلم يعرف هذه الفراغ أو الفجوة ما بين الرزم التعليمية والكتب الدراسية معلم المدرسة قادر طبعا مع بداية العام الدراسي على هذه الخطوة وهي جسر هذه الفجوة الشيء الآخر اللي هناك تأملات هناك أنشطة مكثفة في الكتاب كانت تركز على المفاهيم مجموعة عديدة من الأنشطة طبعا هذه الأنشطة هي اللي فقدت يعني هي اللي المعلم لم يجد الوقت الكافي ليتمكن من إعطاء هذه الأنشطة أيضا هناك تأملات دائما المعلم يتأمل يتأمل في استراتيجياته في أداءه في أداء الطلبة هذا الجزء أيضا يعني إحنا نعتبره فاقد فهي طبعا مجموعة الأمور اللي هي فاقد تعليمي طبعا وأيضا هناك أمور أخرى يعني عند دوام الطالب في المدارس المعلم مع بداية يعني 16-8 هذه هي المرحلة الثالثة أطلقنا عليها من مراحل الخطة اللي أطلقتها الوزارة في الشهر 5 في هذه الخطة من 16-8 إلى 31-8 اللي هي هذه المعالجة مراجعة مكثفة للمهارات والمفاهيم الأساسية نعم دكتورة لما منحكي عن المرحلة التأسيسية بداية صف أول نتحدث عن القراءة الكتابة تهجية الحروف أيضا بمواد الرياضيات اللي لها علاقة بالجمع والطرح والتعامل مع الأرقام ما تابعنا من خلال المعالجة التواصل والتعامل وما نلمسه مؤخرا أنه هناك العديد من الطلبة اللي ترفع على الصف الثاني لليوم عندهم مشكلة بمنسك القلم لليوم عندهم مشكلة بتهجئة الحروف أو حتى القراءة لأننا نحن نحكي هذه السنة الدراسية الثانية بتطور فيها الطالب ليس يقرأ قطعة كاملة ولسه في مشكلة كبيرة في هذا المجال نعم صحيح يعني يحق لهم أن يقلقوا وإحنا كمان يعني قلقين يعني القلق والمخاوف هاي ظاهرة طبيعية أولادنا أكيد الصف الأول الأساسي مرحلة بناء مرحلة أساسية للمهارات نحن نقول قراءة كتابة حساب فمؤكدا يعني طالب الصف الأول ما تفاعل حتى يعني مع التعليم عن بعد التعليم المدمج كمان يعني صعب يصعب على طلبة هذه المرحلة أن يتفاعلوا في هذا الجانب فهو حقيقة قلق أولياء الأمور وطبعا جميع الكوادر لم يقصروا لكنها يعني صدمة واجهت صدمة عالمية يعني هي ليست حكر على فلسطين لكن يعني هذه الأمور تعالج هناك خطة هذه الخطة سيكون مع بداية كل أسبوع حتى بعد 31-38 سيكون هناك خطة اللي هي مراجعة حتى المعلم يجسر هذه الفجوة في المعارف والمفاهيم بدي أطمنك بالذات على الصف الأول الابتدائي كمان هلأ هو فيه رياض الأطفال هو فيه عنده يعني ترفية أكثر من ما أنه تدريس يعني فيه تدريس بس دائما التدريس بالترفية وبالتالي يعني الفاقد رايح يكون فيه بس أنه رايح يكون جزئي رايح يكون في الصف نفسه ففيه العديد من البرامج اللي أطلقتها الوزارة بداية من شهر خمسة مخيمات صحيفية تعلم بالترفية وحتى طبعا مع العام الدراسي تتحدث عن الصف الأول نعم يعني هناك برامج ستساعد ستمكن هؤلاء الطلبة من المهارات الرئيسية فيعني صف أول إحنا حتى ما بنقول أنه هذا الطالب ضعيف مثلا في الصف الأول كثير بزعر لما أسمع ابنك ضعيف سواء من معلم أو من ولي الأمر لا هو مش ضعيف هو في مرحلة بناء هو الجاي على هاي المهارات ياخذ هاي المهارات ويتعلم فإن شاء الله يعني بحكم ما تم بسواء حسب المنهاج حسب المنهاج مثلا ناخد كتاب العربي لصف أول كتاب العربي الدرس يشمل كلمات نعم مفردات مفردات فقط صف تاني الدرس عبارة عن صفحة تحتوي على فقرتين أنا عم بحكي عن تجربة مش عم بحكي عن مراقب الكتاب يعني هو في الأساس كان الطالب بحاجة لدفعة حتى يقرأ هذه الفقرة اللي هي مش سطر فهلأ ما خلا نقول صف أول ما أخذوا بالصورة الكافية هو كان في دوام من أول رابع العام الماضي ولكن ربما ما كان بالصورة الكافية لم يكن كافية حتى نهاية العام أيضا ما كانت يعني ما أعطت المجال كافية لختام الكتاب ربما ما أو حتى التأكيد من ثبوت المعلومات والقراءة والتفاصيل الأساسية يعني هي بالأساس كانت ولكن هلأ بحاجة لدعم أكثر فكيف رح الطالب يدخل على مرحلة قراءة مقاطع ليوصل لفقرات للدرس كاملة يعني حالياً إحنا منتحدث عن طلبة هناك فروقات فردية هناك بيئات مختلفة وبالتالي في وزارة التربية والتعليم تحدثنا عن خطة هذه الخطة خليني أسميها إطار مرجعي لجميع طلبة فلسطين في المحافظات الشمالية والجنوبية هذه الخطة تركز على أن هناك مراجعة وتكتيف وتركيز على المهارات الأساسية في من 16.8 إلى 31.8 في تركيز على هذه الجوانب بعد ذلك كل فترة دراسية كما تعلمون السنة الدراسية تتكون من أربع فترات وبالتالي أيضاً هذه فرصة جيدة يعني هلأ كل شهرين الطالب فيه فترات طبعاً محددة حسب التعليمات أنه الطالب يتعلم ومن ثم ينهي هذه المرحلة لينتقر طبعاً تراكمياً هناك إنجاز أو أداء للطالب يتم تقويمه وينتقر إلى المرحلة أو الفترة الزمنية الثانية فالثالثة فالرابعة هذا طبعاً كخطة وإطار مرجعي الشيء الآخر يعني وهي لزملائنا ومديري مدارسنا وكل كمان أولياء الأمور هلأ الشيء الآخر يبقى في كل منطقة في كل منطقة جغرافية أو مدرسة لأنه يعني مش كل الطلاب مثل بعض فيه فروقات فردية ومش كل المدارس كانت مثل بعض يعني هناك العديد من المدارس اللي انخلطت في التعليم الوجاهي وفي التعليم ال... هناك مدارس ما كان فيه إمكانيات هناك أولياء أمور ركزوا كتفوا جهودهم مع الطلاب وبالتالي عشان أجاوب على سؤالك لمعلم هون هو كمان المسئولية والحمل والهم الله يعينه عليه في المدارس حتى أنه يقدر يميز ويحدد هذا الفاقد بدقة وين الفاقد مع طلاب صفي الآن عندك 25-30 طالب حسب البيئة اللي انت موجود فيها فكل المعلم طبعا بالتعاون مع القوادر المشرفين وكل مدريات طبعا وزارة التربية حتى أنه يساعدوا هذا المعلم إذا كان فيه خطة وبالمناسبة فيه خطة مطلوب كمان أنه يحدد حتى يحدد إيش هذا الفاقد لكن أنا حقيقة بقول تحديد الفعلي للفاقد داخل غرفة الصف حتى المعلم حتى لو بده يمشي من واحد تسعة في الكتاب عليه أن يتراجع خطوة إذا وجد الطالب لم يعني يتمكن من هذه المهارة إذا وجد يعني بده يشتغل وأنا بقول يعني عام دراسي الله يعيني الجميع عليه هذا عام طبعا عمر فيه بده يعمل طبعا تزداد المخاوف في حال زاد الحالة الوبارية في البلاد طبعا يعني هذا بإذن الله نحن نتمنى ونتحدث عن الإش الوجاهي أو التعليم الوجاهي فإحنا نتمنى ونتأمل أنه نستمر طبعا في هذا العام إن شاء الله نعم نكتور نحن نتحدث عن يعني نحن بالقرمي 21 ووزارة البلتعليم عملت مجهود كتير كبير بعلاقة الطلبة بالإلكترونيات والتكنولوجيا من خلال التيمز وكذا ولكن يمكن نحكيها نحن شوي بالفلاحة من يوم راحة الطبلية اللي كانت تدرسنا عليها راحة بركة التعليم اللي هي هاي تركيز الأهل جدا على موضوع النسخ الكتابة تحديدا في الأساسيات بالصفوف الأولى الأول والثاني والثالث الدور يعني اللي بد يكون موجود ما بين المدرسة والأيضا البيت المهام اللي موكل إلها الطالب وشوي هسا لما نرجع للتعليم الوجاهي شوي نبعدهم عن الإلكترونيات ليرجعوا يقرؤوا يكتبوا ويتعاملوا بالملمة الصحية للورقة والقلم تمام يعني إحنا ما بنا نبعدهم عن التقنيات إحنا بنا نوجههم كيف يستخدموا طبعا هاي التقنيات لصالح التعليم حقيقة يعني الاستخدام التعلم عن بعد الصفوف الافتراضية منصات التعليم يعني مع الصدمة طبعا اللي واجهناها في كورونا وبما بدي أقول بس فيه كان فيه شيء إيجابي صحيح أنه كمان يعني صار فيه معين لنا يعني حتى أثناء الدوام المدرسي حاليا يعني هناك أمور قد تحول بعد المدرسة نقطة إيجابية قد تكون أيضا نقطة أخرى إيجابية للتواصل مع أولياء الأمور مهمات التعليمية طبعا منذ شنوات يعني نحن نتحدث عن مهمة تعليمية تشاركية ما بين المدرسة وما بين الأولياء الأمور وبالتالي يعني هاي التقنيات وهاي التكنولوجيا إحنا بنا نوجه الطلاب ونرجح أولياء الأمور كمان حتى إنهم يعملوا معا من أجل إنه الطالب فعلا يتواصل وولي الأمر يعني ولي الأمر كمان نحط في أزمة وما زالوا يعني ما تحدثت عنه يعني إنه فعلا نقلقين فما حد يعني ما كان هي من باب تقصير ولكن كان فيه إمكانات وكان فيه ظروف وكان فيه يعني وباء وهذا الوباء كان فيه عام الخوف نفسي حسد دورنا ودور أولياء الأمور إنه طبعا نستفيد وكيف نتعاون وكيف نتعامل مع المدرسة فيه قلق نفسي لازم نعيد التوازن الاجتماعي العاطفي لهذول الطلاب فيه شيء نفسي يعني حتى ولي الأمر يعني أنا شايف القلق على ابنك في عناكي ففيه قلق طبعا من الجميع على هذا الجانب اللي لازم يكون بتعاونه الجميع ومن هذا وبهذا المناسبة يعني أنا بأكد على قضية الشراكة أو مجالس التعليم المجتمع للوزارة أطلقتها إنه كمان إنه نستفيد من هاي الفرصة إنه حتى نعزز ونمكن طبعا الطلاب وفيه يعني العديد من الأنشطة اللي ممكن تكون أثناء الدوام وخارج الدوام حتى إنه نتغلب طبعا على هاي الجائحة كل الشكر لألك دكتورة سهير قاسم مدير عام مديرية التربية في برزيت وسعد صباحك ويعطيك العافية شكرا أنكم مشكورة جهودكم وأيضا كل التحية لكل الأسرة التعليمية ومشاهدين نكمل معكم بمحطاتنا الصباحية إلى الجنين وزميلة أمنة بلالو ومن نتعرف على الشاب حمدي اللي بيبدأ بالرسل على الرمل مش بس ككلمات كرسومات وإبداعه كمذهل منتابعوا إياكم في هذا التقرير مدير موسيقى